دكتور أيمن، هذا التناقض فيه تصريحات إدارة بايدن والبيت الأبيض تحديداً فمن ناحية هم يقومون بالدعم اللوجستي ودعم السلاح والأموال للإحتلال ومن ناحية أخرى يقولوا لازم نوقف الحرب أمر غير مفهوم على الإطلاق أصبح في عندنا سيناريوهات، ماذا لو استمر بايدن؟ ماذا لو رحل بايدن وأتى ترامب؟ إيه هي الحلول المتاحة في الحالتين؟ إدارة بايدن أو إدارة دونالد ترامب؟ بدأت نتحية لك يوسف والجمال والكل السادة والمشاهدين والكرام طبعاً بمشهد طبيعي الأمريكان بالنسبة لهم دولة الاحتلال أهم دولة في المنطقة، أهم مشروع فيها المنطقة أنشأ خلال مئة عام الماضية وهذه دولة وظيفية لها مهام كبيرة جداً لن يم لهذا الفراغ رغم كل قواعدها الموجودة في المنطقة العربية مثل دولة الاحتلال وبتالي هذه الدولة بالنسبة لهم الحفاظ عليها أهم شيء بغض النظر عن كل ما نسمع أحياناً تناقض يعني بعض البعض يقول هناك خلاف بين بايدن ونيتانياه ولو عدنا بالتاريخ كان هناك أيضاً يقول أن هناك خلاف بين أوباما ونيتانياه وفي عهد أوباما منح في أيام الأخيرة 38 مليار لدولة احتلال على العشر سنوات إذن كل ما يقال فقط بروبوغاندا بكل معنى الكلمة ودائماً نقول نحن هناك دولة عميقة تحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وهلاء من يأتي للبيت الأبيض له مهمة محددة تأتي وينفدها ويخرج ويغيب عن المشهد ويأتي دموقراطيين ويأتي جمهوريين ولكن تبقى ثابت أن دولة الاحتلال هي أهم مشروع في المنطق ويجب الحفاظ علينا حدث أخي يوسف على التناقض في موضوع التمويل اليوم نتحدث بالأمس طلعونا أن هناك أزمو ولولاستيرت اليوم نشرت الخبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس رسال طبعاً مساعدات عسكرية هي الأصل مساعدة ما توقفت الشحسان تدرس أصلاً يعني حتى عملية تضليل وخداع جديد وكأن الأمريكان توقفوا الناتو بمجمل وحارب غزة بالفعل أنت أخي يوسف أن هناك يعني شعب أعزل يعتدي عليه من الناتو هذا الناتو بكل قوت وجبروت يأتي لمحاربة غزة هذه المدينة الصغيرة التي بالكاد ترى على الخريط ونرى أن عمليات الدبح الجماعية ضد شعبنا الأعزل وأنا أممكن أنني أنا عايش في غزة فترة طويلة أدرك ما حدث في غزة ما حدث في غزة يفوق الزلزال يفوق التسنامي غزة تدمر بشكل كبير جداً الهدف الأساسي أن تصبح غزة غير مؤهلة للحياة وبالفعل هذا ما يحدث الآن تلوث بشكل كبير جداً دمار بشكل كبير جداً تدمير بنا تحتية حتى عادة غزة لما كانت عليه نحتاج أقل تقدير بالحد الأدنى عشرين عاماً وهذا ليس تضخيماً لم يكن أكثر من ذلك رفع الأنقاض نحتاج إلا رفع الأنقاض أكثر من 3-4 سنوات فقط رفع الأنقاض بالتالي لدينا مشكلة كبيرة جداً هذا ما يخططوا له وهذا ما ينفدوه أمام مرأة ومشهد من العالم والليوم نسمع همهمات أن أمريكا قد تعترف بالدولة الفلسطينية قد تعترف يعني تفيد التأكيد أو النفيد وكذلك فرنسا وكذلك بريطانيا وحتى الاعتراف واعتراف سياسي يمكن بيان الخارجية السعودي اللي صدر قبل يومياً أو ثلاثة أيام تحدث عن دولة فلسطينية على حدود ربما حزين عام 67 مما فيها القدس تحدثوا الاعتراف بالدولة وليس القيام الدولة الفلسطينية إذن الاعتراف بالدولة يختلف كلياً عن قيام الدولة الفلسطينية وهذا يصبح لكن أنا أعتقد الموقف مهم جداً والتأكيد على محاولات قطع الطريق هذه قطع الطريق على محاولات الأمريكان أن بايدون يريد أن يذهب إلى انتخابات معه أي شيء وواضح أن المملكة العربية السعودية مشكورة قطعت عليها الطريق لو جاءت رامب أخي يوسف وأنا أعتقد أن الديمقراطيين ضمنوا أنهم سيفشلوا في الانتخابات طبعاً اليوم نتحدث قبل أقل من ساعتين أنا قرأت خبر في الإعلام العبري أن هناك بدأ التفكير في طرح فكرة بناء حي يهود جديد في القدس الشرقي هذا رداً على فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس إذن الصراع يتسع بشكل كبير جداً المستوطنين يتغاولوا بشكل كبير جداً وفكرة مصادرة أراضي في القدس الشرقية وبناء حي يهود هذا استقبال مهم جداً لعودة قيام الديمقراطيين وعودة الجمهوريين أو ترامب سيؤكد على نفس المنهج ونفس السياق ولا لا أعتقد أن الأمريكان سيقفوا في وجه هذا الاحتلال الجهة الوحيدة التي تستطيع أن توقف هذه الحرب حتى نكمل إجابة سؤالك فقط الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر